لبيك يا الله لبيك يا الله قُل لبيك يا الله لبيك يا الله قُل لبيك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة طيبين كل سنة وانتم أقرب إلى الله تقابل الله مننا ومنكم نهاردة العيد والعباد الربانيين فاهمين أو بيحاولوا يفهموا هو ربنا يحب يشوف مننا إيه في العيد عارفين إن ربنا يحب يشوفنا مستمتعين في كل لحظة في الدنيا بقدر واختياراته بس بالذات في يوم العيد ربنا يحب يشوف الفرحة في عيننا وفي قلوبنا ده يوم عيد وربنا اللي خلاه عيد عشان نعيد وننبسط وخليني أبدأ معاكم نعيش إزاي العيد يا عباد يا ربانيين بالطريقة التي ترد ربنا سبحانه وتعالى هبدأ بحديث البخاري يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه فرحة فشاف السيدة عائشة فقال لها أنتو النهاردة فرح معنا الحديث يعني فقالت له أيوة قال لها هل معكم من له فإن الأنصار يعجبهم الله معكوش حد كده يغني أغنية حلوة كده طريق بالفرح وطريق باليوم الجميل ده الأنصار بيحبوا الله فالنبي دعاهم في يوم زي ده معاكم له وكتير من الأوقات الواحد يتصور أن الله وده شيء بيصد عن ربنا أن أنا أبقى باله في الدنيا وبعدين في حديث بيقول كل له باطل إلا مدعبة الرجل زوجته ودابته وابنه والإمام البخاري لما جاب الحديث ده أن كل له باطل إلا لما تقعد مع مراتك أو مع ابنك أو تصلح عربيتك اللي هي بتعينك على الدنيا حط عليه عنوان قال كل له باطل إذا كان يصده عن ذكر الله أو يشغل عن ذكر الله فليس المقصود بكل له باطل يعني أي حاجة باطلة إلا أنك أنت تقعد مع مراتك أو ابنك أو عربيتك مثلا تصلح فيها المقصود أن الله يبقى باطل لو هيخليك ما تصليش لو هيخليك ما تذكرش ربنا لو هيشغلك عن صنة الرحم فالنهار ده يوم في له والنبي يوم العيد يوم الجواز قال فين الله ده الناس بتحب الله فأنا بقولها بالفهم المليان افرح افرح لأن النبي لا يدعو إلا إلى معالي الأمور وإلا إلى أعلى حاجة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى فلما النبي يقول فين الله وده الأنصار بيحبوا الله يبقى بيديهم الإذن إن ربنا يفرح يشوفهم وهم بيلهوا في اليوم ده انبسط اخرج تفسح وما تنبسطش وتخرج تتفسح وانت جواك كده بس الوقت بيضيع لا ودي عبادة اليوم عبادة اليوم أنك أنت تنزل تلعب مع العيل في الشارع لو أنت قب ليهم عبادة اليوم أنت تخرج وتسافر لو عندك قدرة مع مراتك وعيالك لو أنت كبير ومع صحابك لو أنت شاب خروجي مع صحاباتك طول ما إحنا هناخد بالنا من شوية حاجات بس أنا مش عايزة أقول دوقتي ناخد بالنا من إيه خلينا في موضوع الله وده انبسط يا جماعة انبسط عشان يبقى عندك الاتزان اللي تعرف بعد كده تعرف تعبد ربنا بالمناسك وبالذكر وبالقرآن وإنت متزم مش مكبوت انبسط افرح افرح لأنه بيحبك تفرح هل معكم من له فإن الأنصار يعجبهم الله طيب بس العبد الرباني بيعرف إزاي يفرح لأني مش ممكن يا ربي أفرح فانشغل بالنعم عن المنعم لا 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 أنا كده بقاش فهم فهم ربنا أصلا ولا فهم دوري في الدنيا أنا بفرح ولكن لا أنشغل بالفرحة عن الله لأن ربنا في كل حاجة في حياتي مش ممكن نفرح وقول له ربنا معلش دي مش حتة يعني اللي هي صلة فيك بيها أنا هشيل كلامك وشرعك ودينك على جنب عايزة نبسط بقى شوية لا مش كده مش كده يا جماعة العبد الرباني بيعرف يفرح هو واخد بالهم من ثلاث حاجات اسمها فرحة الذاكرين مش الذاكرين اللي يبقعد يذكره الذاكرين اللي فكر ربنا يعني فرحة الذاكرين مش فرحة الغافلين فرحة المحبين مش فرحة الفارين من رضا ربنا سبحانه وتعالى ايه فرحة الذاكرين دي فرحة الذاكرين ما بتلهمش عن الفروض يوم العيد يا جماعة ساعات بيبقى يوم معاصي بالذات بعد رمضان يوم عيد الفطر وساعات كمان عيد الأطحى لما يكون مثلا ناس صامتت تسعة أيام وعملت أعمال صليحة فخلاص بقى يلا بقى عملنا أعمال صليحة يلا بقى ننطلق كفاية دين بقى كده فسعب بيبقى فيه هرج والنبي قال عبادة في الهرج كهجرة إلي فالله يحافظ على فروضه في الأيام دي وهو مستمتع وخارج وفرحان والسواريخ والحاجات دي هتلعيد دي حافظ بس على فروضك وتبقى جدعى له في المسجد لما تحافظ على الفروض يبقى أنت كان عندك له ولا يشغلك عن ذكر إلا فإله وانبسط وانت بتصلي لخمس فروض في الجامع لو انت تقدر ومن فرحة الذاكرين وله والذاكرين إن أجمل سعادة اللي تشرك فيها غيرك وأنا بيقول لك من دلوقتي ما تخليش اليوم يعدي إلا لما تفرح حد معاك أصلي من شكر النعمة إنك تعمل حاجة زي اللي ربنا عملها معاك فزي ما فرحك فرح حد وكأنك بتقوله رب أنا مشكرك في عبادك الخلق عياله الله فاشكره في عباده شكره في عياله وقوله رب أنت مدحكني ومفرحني وحابب تشوف البسمة في وشي وفي قلبي أنا كمان أفرح حد الله أعلم إزاي كل واحد يعرف يعرف هيعمل إيه يشرك حد لولاك كان هيبقى الإنسان ده قاعد الفرحة نقصة عنده فرحه علشان ربنا في عونك ما كنت أنت في عون أخيك وعشان هالجزاء الإحساني إلا الإحسان تفرحه ربنا يكترك فرحة وبركة في حياتك فالسعادة الحقيقة التي تشرك فيها غيرك يبقى أنا هفرح بس وانا مش ناسي الفروض عبادة في الهرج كهجرة إلي بثواب الهجرة اتنين هشرك غيري تلاتة أنا بقول الكلام ده للشباب بذات يا جماعة عيشوا العيد عيشوا اليوم وبلاش نوم عارف يا نيه عيش اليوم وبلاش نوم ما تستتقلش إنك إنت تعيش اليوم إنك إنت تاخد بعضك تروح ذول عمتك ولا خالتك ولا عمك أنا عارف إن إحنا تربينا في أجيال كتير خنقى قوي الخروجات دي خنقى هروح بقى عند عمتي وعمي وأقعد تكلم كلام بتاع الكبار عيش الحاجات دي الحاجات دي بتكون شخصيتك واسمع لما ربنا يقول فهل عسيتم إنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم حاجة خوف أجبر بخاطر الأقارب اللي يعني هم مش متوقعينة تسأل عنهم فتبقى فرحة قوي إنك تسأل عنها هم فقدوا الأمل إنك تسأل عنهم أجبر بخاطرهم خلي في صلة راحة تكسفش بلاش إحنا جبرنا يا جماعة الشباب اللي في الكليات واللي في المدارس أنت كبرت أنت مش طفل ارفع سماعة تليفون يا عمتي ويا عمي ويا خالي ويا خالتي كلسان طيبين بلاش بلاش كسوف إحنا جبرنا على حاجات دي فأرجوكم أجبر بخاطر حد مستنيك ترفع سماعة تليفون ما تقولش والدي ولا والديتي سأل وخلاص أنت أنت صوتك ليه قيمة حافظ على إمتك أنك تبقى متواجد في حياة غيرك غيرك اللي مستنيك ونفسه فيك وطبعا إيه وعا تنسى لو كنت متجوز تروح تزور أهلك وتقعد معاهم إيه وعا تطلع تسافر وتنساهم أصلي عيد لا العيد بيك وبيهم في حياتك ربنا يبسطنا حل أيامنا ولو عندك فلوس لبس جديد ولو كنا عايشين أيام النبي وشافك لبس جديد هيقولك إلبس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا هيدعيلك لما شافك لبس جديد وربنا أصلي بيحبك مبسوط فالنبي لما شافك مبسوط عارف إن ربنا يفرح إن لما يشوفك مبسوط فقال لك يا ربك موت شهيد أصلي أنت لو عملت حاجة ربنا يحب يشوف أثر النعم عليك فلو عندك قدرة تلبس جديد يا أخي يلبس جديد عشان ربنا يحب يشوفك لبس جديد والنبي يدعيلك يلبس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا فرحة الذاكرين ما يضيعوش فروض فيبقوا مشغولين بالنعمة عن المنعم فرحة الذاكرين بيشركوا غيرهم وهي دي السعادة الحقيقية فرحة الذاكرين بجبر خواطر قريبنا بالسؤال عنهم كل سنة وإنتم أقرب وأطيب وأجمل وأسعد مع الله عز وجل وكل عيد وإنتم بخير وكل عيد وإنتم مفرحين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشوفكم قريب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله لبيك يا 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 الله